موسيقى فجر المحامي صلاح السقه محامي سمحسامي زوج الفنانة لصدق مفجأة وذلك بنسحاب من كل القضايا التي تخصهم وعلشان كده أخذت الاتهامات المتبادلة بين الفنانة لصدق وزوجها المحامي سمحسامي مسلكا مغايرا وفي أول تعليل هالة على هذا الأمر ردت هالة وقالت إن هي مش هتسكت أبدا عن حقها وخصوصا بعد التشهير بها وبأولادها وإن هي هتتقدم ببلاغ للنهاب لعند ضد زوجها سمحسامي كما ستقدم أيضا بلاغ ضد المحامي كما أضفت الفنانة لصدق إنها لابد أن تحصل على حقوق أولادها كاملة حيث أن نخلفها مع زوجها منذ حوالي خمسة سنوات وهي ملتزمة الصمت بسبب أولادها هالة تبعت كلامها وقالت لكن الوقت حال لكي أعلن عن تفاصيل جديدة وذلك من خلال فيديو هوضح فيه كل اللي حصل كما أشارت هالة إلا أن زوجها قام بسبها وقصفها على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس كده ده كمان حاول تشويح صورتها أمام الجميع هالة أضافت وقالت بناء على ذلك لن أسكد سأقدم بلاغا ضده وضد المحامة وضد كل المواقع اللي بتنشر أخبار مغلوطة عني هنشوف مع بعض دلوقتي ليه صلاح السقا محامي زوج الفنانة هلسطي ينسحب من كافة القضايا أكد صلاح السقا انسحابه من كافة القضايا المرفوعة من زوجها ضدها وذلك حفاظا على الأسرة أكد ذلك في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت يعني بالأمس أكد انه هو اتخذ هذا القرار لصالح الأسرة ولصالح التفلين وكان زوج هالة صدي قد أقام ضدها قضية يطالف فيها بإجرائها تحليل الدي اني وذلك الإنكار نسب تفليه منها وردت انها ليست والدتهم الحقيقية وليست صاحبة البويضة التي تم استخدمها في عملية التلقيح وعملية الإنجاب هالة طبعا كان لازم يكون لها رد ردت هالة وقالت انه هو بيحاول يشوه سمعتها وخصوصا بعد انفصالهم قبل خمسة السنوات وده علشان يتهرب من الأضايا اللي رفعتها هالة ضده كمان أكدت هالة انه هو بيتهرب من النفقة كما انها لم تحب ان تتكلم في خصوصياته لكن للصمت والصبر حدود ودي صورة صلاحة الساقة يسنع عقد المؤتمر الصحفي اللي أعلم فيه انسحابه من كافة الأضايا المرفوعة ضد الفنانة هالة صدي وده بعد ما خسر قضية النفقة هالة كملت كلامها وقالت بالرغم من محاولاتي من عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام وده مرعوطا لشعور أولادي إلى أنه للأسف الشديد لم يحترم ذلك ولم يضعه نصب عينيه من ناحية تانية هنشوف الطرف الآخر قال ايه كشف سامح سامي زوج الفنانة هالة صدق السابق تفاصيل مشكلته الأخيرة مع الفنانة وده من خلال مقطع فيديو وقال سامي انه هو قام بعمل توكير رسمي لهالة صدقي شامل التوكيل يشمل كل أعماله وأمواله وفي عام 2016 غادر البلاد إلى أمريكا وذلك للعمل هناك واستكمال رحلاته العلمية كمل كلامه قال انه هو اتفاجئ بهالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت كل أمواله من خلال التوكيل اللي تركوا لها هالة عرضت لمشاكل كبيرة جدا خصوصا في أواخر عام 2019 هنشوف مع بعض ايه اللي حصل لهالة نجت الفنانة هالة صدقي وأبنائها من موت محقق وذلك إسرة مصدق إطار سيارتها الخلفية والأمامية وذلك أثناء توصيل أولادها إلى ناديهم الرياضي وذلك للمشاركة في إحدى بطولات السباحة لكن للأسف ما قدرواش يشاركوا في البطولة الفنانة هالة صدقي نشرت مقطع مصور للسيارة وعلقت على المقطع وقالت أولادي عندهم بطولة سباحة مهمة وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت علينا البطولة كده والحمد لله والله حصل أن بعد 18 دقيقة على كشفها لصدق التفاصيل هذه الواقعة حدثت واقعة أفضع منها وهي أسرقت فيلت والدتها للمرة التامنة واكتشاف موجود سكينة داخل الفيلة المسروقة وبعدها بدقائق معدودة كمان تم وفاة كلب ابنتها طبعا الكلب كانت بنتها بتحبه جدا علشان كده حزنت عليه جدا وتأثرت حالتها النفسية هالة على طول على الفور نشرت على الفيسبوك وقالت تكملة للناس اللي حط عينها علينا سرقت فيلت أمي للمرة التامنة وجود سكينة بالمكان كل ده في يوم واحد يوم أسعد من اللي قبله برضو الحمد لله الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول إيه طبعا هي حوادث صعبة جدا أنها تحصل في يوم واحد يعني على رأي المسأل المصر اللي بيقول خبطتين في الراس توجهة فما بالك دي ثلاث خبطات وبصراحة الحسد بيكون صعب جدا واضح جدا أن ده من حسد الناس وبص الناس لبعضها ودلوقتي زي ما عودتكم دايما أي ممثل أو فنان بيكون موضوع حلقتنا لازم بنتكلم عنه شوية وبنتعرف عليه أكتر هنتعرف دلوقتي على الفنانة هالة صدقي اسمها هالة صدقي جورج يونان من موليد 15 يونيو عام 1961 الفنانة هالة صدقي عملت في العديد من الأعمال التلفزيونية زي أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العلماء هالة قدمت لنا أكتر من 30 فيلم تعرضت هالة الأزمة شهيرة مع زوجها السابق مكدي ويليام انتهت هذه الأزمة بالخلة وده بعد تغير مذهبها من القبطية إلى السريانية من أهم عملها الفنية لها تسألني من أنا والطفان ونص أرنب وزوج تحت الطلب وقلب الليل والبوليس النسائي ومن المسلسلات الجميلة اللي قدمتها لنا رحلة المليون وصنبل بعد المليون وارابيسك زي ما قلنا وزيزينيا وحلة خاصة وديدي ودولي ومن أجمل المسرحيات اللي قدمتها لصدي أهلا يا بكوات ومطلوب للتجنيد وقع أليا مجنون أما عن ملخص أزمتها مع زوجها الأول في أهواخر التسائينات تزوجت الفنان على صدي من رجل الأعمال مكدي ويليام ولكن الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة ليرفع الطرفان ضعاوي قضائية نظرا لاستحالة الحياة بينهما الفنانة هالة خاضت حرب كبيرة جدا حتى انفصلت عن زوجها واضطرت في النهاية أن تغير ملاك غيرتها من الأرسي زوكسي إلى السريانية عام 2001 ردت هالة على مئة السؤال مع الإعلامية رغضة شالهوب وقالت أقامت دعوة خلع عام 2002 زالت القضية في أوراق المحاكم وقالت أن معاناتها الحقيقية لم تكن مع الكنيسة لكن كانت مع القضاء خاصة أنها شخصية مشهورة وشهرتها في هذه الحالة أضرت بها خاصة أن القضية حساسة جدا وهالة صرحت أن هي قدرت أنها تحصل على تصريح الزواج بعد خمس سنوات من حكم المحكمة وقدرت بعد كده هالة تتزوج عام 2007 من المحامي سامح سامي زكريا وده بعد قصة حب جمعتهم وبعد عامين وتحديدا في مارس 2009 استطعت هالة أن تنجب توقامها ماريوم ويوسف وكان وقتها في الأربعينات من عمرها كان عمرها حوالي 48 عام ما شاء الله وفي حفل السبوة أصيبت هالة بشلل في وشها الشلل ده كان سبب العصر السيبة هالة قالت بالرغم من أن شقتي صغيرة كل الفنانين اللي داعتهم وليما داعتهمش جولي في السبوة كنت فرحانة جدا لكن للأسف حست أن في حاجة غلط في وشها وصيبت بشلل في وشها وللأسف السبوة باز حمل فنانها لا صدق دكتور وكمان متخصص في الموضوع ده ظل يعالجها لمدة 45 يوم حتى استطعت هالة الشفاء التام للأسف الفنانها لا صدق مرت بمشاكل كتير جدا الحقيقة كلنا فاكرين أن حياة الفنانين كلها سعادة ورخاء ونعيم لكن للأسف حياتهم زينا كلنا يوم حل ويوم مر وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى للفنانة على صدق أنها تعدي كل الأزمات دي على خير انتظروني إن شاء الله في فيديو آخر من قناة ياسمينة اليوتيوب لكن قبل ما تمشوا للناس الأول مرة تشترك النهاردة في القناة وتشوف الفيديو معي للآخر ما ينسوش يفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم أي خبر جديد من قناة ياسمينة اليوتيوب بشكركوا جدا مرة تانية لحسن الاستماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة